المسيح قال للجماعة الكتبة والفرسيين وخاصة كمان كانوا يتكلمون عن القيامة والذين ينكروا القيامة ويقولون لمن من السبعة تكون زوجة في إنجيل متى أصحاح 22 أجاب يسوع وقال لهم تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله وهنا الضلال الأساسي والكذب الأساسي كان في معرفة في أن الناس مش عارفين كتاب الله الحقيقي كلمة الله الحقيقية وده اللي بيقود دايما للضلال والزيف أنت لما بتعرفش كتاب الله بتعرفش إيه هو كلمة الله أنت بتعبد إله مختلف تماما عن الإله الحي الحقيقي الحاجة التانية وده بيقودنا لفكرة الوعود الزائفة الوعود الزائفة ناس كتيرة وعدت بجنة لا تمت بصلة لما في فكرة الله لأن الكتاب يعلمنا أني في السماء لا يزوجون ولا يتزوجون على الناحية التانية كل ما تحرم نفسك منه على الأرض ستجده في الجنة حريات يعني الناس اللي بيروحوا يفجروا نفسهم دول بيفجر نفسه ليه؟ عشان الـ 72 حرية ده وصلت للحاجات بعض الرجال الدين بيقولوا لهم إيه؟ بيقولوا لهم أنك وإنت بتفجر نفسك أنت مش منستني لما تروح للجنة ده الحريات هتنزل تستقبلك أنا سمعت الكلام ده استغربت للفكر وبعدين أي إله هذا أنه يفكر فكري جنسي الحياة التانية أنهار من الخمر إذا كنت بتحرمها هنا طيب أنت بتحرمها هنا ليه؟ فهنا بيديني يا طرأ أنا بعبد بين فأنا عندي وعود زائفة أنا عندي جهل أنا عندي تشكيك في كلام الله أنا عندي عبادة للشيطان ومن غير معرف ممكن الشيطان بيمثل نفسه إله فعشان كده الحل الوحيد لما نحن فيه عشان نسلك طريق الحياة هو أن نحن نتبع الله الحي الحقيقي